في الفيديو اللي فات اتكلمت عن الفانكشن واستخدامها والطرائية كتابتها في الفيديو ده هتكلم عن البيزيك فانكشنز الدول الاساسية والمستخدامة بكسرة في العمليات الحسابية طبعا عندنا الصم والأفريج والكاونت والماكسمم والمينمم فمثلا في المثال اللي قدامنا لو عايزين نحسب مجموعة الرواتب المختلفة زي ما قلنا بنحدد الخلية اللي هنحسب داخلها مجموعة الرواتب ونضغط على اوتو سم هنلاحظ انه مش بيحدد الرينج ولا بيكتبه السبب اننا مش في اسفل الارقام مباشرة فبنحدد الرينج بالضغط كليك يسار على اول خلية ونسحب لحد اخر خلية في الرينج هنلاحظ انه بيتم كتابة الرينج بالكامل هنلاحظ ان التوتل بيظهر لي وعشان نحسب الافريج هنعمل نفس الكلام نضغط في الخلية اللي هنقوم بحساب الافريج بداخلها ونضغط على السهم بجانب الاوتو سم ونختار الافريج والافريج زي ما احنا عارفين ومجموع الارقام اللي موجودة عندنا على عددهم يعني لو اسمنا مجموعهم مثلا 19500 على عددهم اربع خلايا هيدينا المتوسط اللي هو 4875 هنكرر نفس الكلام ده مع المكسمم لحساب اكبر قيمة عندي وهنلاحظ ان اكبر راتب عندي هيطلع 7000 مع المينمم هيديني اصغر قيمة موجودة في الرينج وطبعا هتبقى 3000 اما الكونت هتجيب لي عدد الخلايا بداخل الرينج وطبعا هنا عدد الخلايا اربعة طبعا نقدر ننفذ الكلام ده من الانسيرت فانكشن زي ما قلنا قبل كده ولو حددنا جميع الخلايا اللي فيها القيم اللي عندي هنلاحظ في شريط الستيتاس بار هنلاحظ ان موجود عندي السم والافريج الماكسمم المينمم الكوينت موجودين نقدر نعرف منهم الناتج بسرعة ولو فيه فانكشن مزهر عندك تقدر ان انت تظهرها وتخفيها بالضغط كليك يمين على شريط الحالة وتختار الفانكشن اللي عاوز تظهرها وتخفيها طبعا هنا احنا بنقدر نشوف السم والافريج لكن مش هنقدر ان احنا نستخدمهم بداخل المعادلات الا طبعا لما يكون الناتج بداخل خلايا من الخلايا اللي موجودة عندنا هنا لا عنده سؤال يسيب تعاليا وما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب ترجمة نانسي قنقر